هني عن لإبراهيم لاحا هلالهو هلال بدا للناظرين جمالهو هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرة وعمنا والهو لا أنت القوس في الأرواة في أل الفوس إبراهيم جمال ما جلال الله يا أبما برامو هبط سات به ساته فأبلو ساتي برامو عليم القائم لله عاشو إبراهب النيس عاشو إبراهب النيس عاشو إبراهب النيس غير المغضوب عليهم أربالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النيس والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إنني في هذه المناسبة المباركة السنوية العالمية التي نحتفل بها في مدينة الشيخ إبراهيمية الشيخ الإسلام نصرة للقدس الشريف والشعب الفلسطيني المتهت ونصرة لقضايا الأمة الإسلامية بما فيها السفراء الحاضرين وغير الحاضرين فنحن نرحم بكم باسم الإسلام الذي يجمع بيننا ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وأصدق قائلنا بعض ربنا تبارك وتعالى لا فضل لعربيين على أعدمين ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى فهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هي السفارة الفلسطينية والدول المرافقة وسأذكر أسماءهم إن شاء الله والوفد المراء الذي أتى من تركيا ومصر العربية والضعفاء والمساكين الحاضرين هنا يعلنون علنا أمام العالم الأجمع أننا مع إخواننا في فلسطين قلبا وقالبا وأننا نفديهم بأرواحنا وقلوبنا وأولادنا بدون التطرف والإرهاب بل سندعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموئذة الحصنة طبقا لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى باسم الخليفة العام لهذه الحضرة المباركة سيدي ووالدي العزيز قضايا الأمة الإسلامية الشيخ محمد الماحي بن شيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه وباسم إخوته وباسم جميع أهل مدينة باي وباسم جميع أطباء الشيخ إبراهيم في العالم الذين يقدرون بالملايين ولا مبالغة وباسم المسلمين عامة وخاصة أرحب بسفارة الفلسطين في هذه المدينة المباركة وعلى رأسهم السيد الفاضل والحبيب الذي يصعى دائما يعني لنصرة فلسطين السيد المحترم والأخ الفاضل الذي تحدثت معه ولمشت منه أنه يحب الجميع وأنه يحب الخير للجميع فأني أرحب به السيد هيثم وأرحب بكذلك أيضاً أبو الذين كانوا معنا في هذه المناسبة الطيبة السفارات التي حضرت نرحب بهم جميعاً ونعتذر لهم كل الأهتدار على ما حصل من تنظيم ومن عدم ما لا يليق ولكن ليس رغبة منا إنما الأعمال بالنيات والله يعلم ما في قلوبنا فالله يتوب علينا وعلى من أراد التوبة سادة السفير المغرب السيد الفاضل السيد حسن ناصري حضر إلى مدينة بايت في هذا اليوم مبارك وهو من رجال هذه الأمة ومن يعرف السنغال والمغرب يعرف علاقة شيخ إبراهيم بأسر المالكة الرشيدة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعلم أن حضوره يمثل خيراً كثيراً لهذه المدينة وحضوره يمثل علاقة وطيدة أموره يوكد أنه كل من دعاه في الإسلام يستجيب وخاصة هذه الأسرة التي تصعر للخير وتدعو إلى القرش كما أرحب أيضاً بالسفير جمهورية موريتانيا موريتانيا الحبيبة السيد محمد طايس محمد يحيى سمعني الكتابة السيد محمد يحيى أحيي في هذه المدينة المباركة ومن يعلم الشيخ إبراهيم وعلاقته بموريتانيا وأحبابه في موريتانيا يعلم أيضاً أن حضوره له أثر كبير في قلوبنا فمرحباً بكم بصفتكم صفراء ومرحباً بكم بصفتكم مناصرين للقرش ولأحباب الإسلام نعم وكما أرحب أيضاً بصفارة العراق الحبيبة القائم بالعمال السيد محمد خلف فإني أرحب لي معظيمة هذه المباركة ونفرح من الدولي ونحن ملحباً بموريتانيا ونحن مغارباً بموريتانيا ولا نسمى صفراء بالقرش وتمعه مع احباب والعراق الحبيبة التي نتعلم صور والقرش تبعو من الدولي من الدولي والقرش ولكن نشتر في الاقل من الدولي ولكننا نرحب به في هذه المدينة المباركة ومن يعلم الشيخ إبراهيم يعلم علاقته بسوريا لاهتمامه بالمسلمين حيث طبق مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة نعم نعم فيعلم أن الشيخ إبراهيم يطبق من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منها كما أرحب أيضا كل الترحيب بسفارة جمهورية مصر العربية الحبيب الشيخ سيد علي ممثل الصفارة فإني أرحب بكم في هذه المدينة المباركة ولا أنسى أفدا السيد خالدون زفرنجي فهو المرحب به وبما يقوم به من خير ثم إني أيضا أرحب بالوفد المبارك الذي قدم من تركيا الحبيب السيد الفاضل المجاهد المناضل الذي عرف بنصرة القدس والذي يعمل في يعتبر نائب أمين العام للإتلاف العالمي من نصرة القدس السيد فتحي أبد القادر ومن يرافقه نرحب بكم في هذه المدينة المباركة وإني أرحب بأيضا الجالة المصرية الأساتلة الفاضلة الذين يدرسون الشبب الذين يرغبون إلى العلم حضروا هنا وحضر معهم أيضا من هم يعملون معه بإذن الخليفة هو معنا واللجنة العلمية في المعهد أيضا موجودون كلهم بإسمه ولقبي أرحب بكم جميعا بعد هذا الكلام لقد قرب وقت صلاة الجمعة ولقد داهمنا الوقت وما كان بمدنا أن يكون البرنامج هكذا ولكنني تذكرت مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحد خيرا من الدنيا وما فيها فبصفتكم تغادرون الدكار إلى هذه المدينة ترحب بكم وإن حصل التقصير فالتقصير مني وحدي سامحوني فأنتم إن شاء الله كنا نود مجالا أوسع للترحيب بكم بكلمات رنانة وعبارات خيمة لكن الوقت داهمنا فسامحونا وهذا يجعلنا نتشجع لنصرة القرس أكثر هذا الذي قمتم به اليوم يجعلنا نعتذر ونتحمس أكثر لأنكم صفراء معتمدون لأنكم أعظماء تمثلون الدول فاعتذار لكم فكان الشيخ إبراهيم يرحب بالضيوف أينما قدموا خاصة أصحاب الشخصيات لأنه صلى الله عليه وسلم قال نزلوا الناس منازلهم فسامحونا في التقصر فالنية الخليفة أكبر من هذا فالتعليمات الخليفة أكبر من هذا ولكنني من قصر سامحوني أجرد أحدي ومحبتي بكم إن شاء الله وعلى هذا فإني أختصر كلمتي وأقول وأقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينصلكم الله فلا غالب لكم ونحن في معهد ومثاك الرسول إن الله تعالى قال وإن الله طبعه وتعالى قال في القان وعد الله الذين آمنوا وأعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وليمكننا لهم إلى آخر الآية التمكين قريب فنحن مع هذه القضية قلباً وقالباً بأرواحنا وأرسلنا وأفكارنا بالحكمة والموضحات لا أريد أن أطيل عليكم فإني أرحب بكم جميعاً وأشكركم على هذا الحضور وأشكر جميع الذين حضروا من القراءة وداخل مدينة باي وأشكر لجنة المنظمة كماف وجميع أنصار الدين وكل من يساهم معنا في نجاح هذا اليوم المبارك وفقنا الله وإياكم مرحباً لكم لكي يدرك الكلام لكم لأننا نحن مشتاقين إليكم مشتاقين إلى كلمة الصبراء وأعلن هنا أن المجال مهما ضاقة وقصر فالمجال مفتوح لجميع الصبراء الذين حضروا ولو كلمة ولو السلام ولو الدقيقة يسجله التاريخ وتسجله الصحافة وإن رأيتم غير ذلك فنحن في ضيافتكم ونحن في إكرامكم إن شاء الله سلامي إليكم وإلى الحكام المباركين وإلى شعبكم وشعوبكم المباركة وأشكركم وأشكركم وأشكر الله طبعه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ولا تترجمة ناغ ؟ والبناء والrimentي شاء الله والخطة لنسنا تترجمة ناتقال والان منها والاحصار والإعلان 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 ينسون وإنتاج وإنسة وإنسان والايрыв والإعادة والإحن والإعادة والإعادة 근�ποPower المترجم الى نفسها 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 إنهم سنطرح اخبرنا وضعنا وIntagnut لم يكن لدينا انهتسة الناس ان تتحقق ان يكون تحقق الشخيط لك لحاجة الآن اريد لجل الرجل صفاجة من صفاجة شيخ محمد المنحملنا، ليكون نعان لأي الله، ديني امام بدني مولم بي، ديني يات خليفة بي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيثم خليلي، هيثم خليلي، سعاد ساكين معي. بارك الله بك بارك الله بك وأخي سعادة السفير حسن ناصر هو أيضا سفير فلسطين بارك الله بكم شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سمحت الخليفة العام فضيلة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس علامة الدين والأئمة الكرام أصحاب الفضيلة الشيوخ الكرام أصحاب المعالي الوزراء الممثلون عن الحكومة السنجالية أصحاب السعادة السفراء والقائمين بأعمال السفرات العربية في السنجال اللجنة المنظمة لاحتفالات المولد النبو الشريف وليوم القدس وأخص بالذكر رئيسها الشيخ إبراهيم محمد المأمون نياس هذا الشبل من ذاك الأسد الحضور الكرام السيدات والسادة مع حفظ الألقاب كل باسمه ولقبي أحييكم جميعاً بالإنابة عن كادر سفار الدولة فلسطين في السنجال كما أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المرابط في الدفاع عن القدس والمقدسات على جهودكم بإحياء يوم القدس في كل عام وفي هذا المقام أيضاً أنقل لكم أمانة فيها من التحيات والتقدير أوصى بها سعادة السفير صفوة براغيت الذي غادرنا نهائياً إلى فلسطين ندعو له الله بالتوفيق سماحة الخليفة العام فضيلة الشيخ محمد الماحي إبراهيم الناس الضيوف الأفاضل الحضور الكرام برفقة إخواني الصفراء وممثلي الدول العربية الشقيقة في السنجال أتينا اليوم إلى كولخ أتينا إلى مدينة باي إلى مدينة باي مدينة الشيخ إبراهيم نياس شيخ الإسلام وهي تحتفل والمسلمين في العالم بذكرى المولد النبوي الشريف لنشارككم احتفالكم المبارك وتلبية لدعوتكم الكريمة والخاصة بإحياء يوم القدس هذا اليوم الذي أسسه الشيخ محمد المامون الشيخ إبراهيم نياس استمراراً لخطى والده شيخ الإسلام ومؤسس هذه المدينة المباركة الشيخ إبراهيم نياس حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي أردتموه مقروناً بذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي لا ينسى وكما عودتمونا في كل عام بإحياء يوم القدس لمؤازرة الشعب الفلسطيني المكلوم جيناكم سماحة الخليفة لنثمن جهودكم ونشد على أيديكم وعلى ثباتكم في المواقف بدعمكم لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما أننا نثمن عالياً مواقف فخامة الرئيس مكي سال والحكومة السنغالية الثابتة تجاهها حل عادل للقضية الفلسطينية فالسنغال التي ترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف منذ تأسيسها عام 1975 حتى يومنا هذا لخير دليل على ذلك جيناكم سماحة الخليفة لنؤكد لكم أن القدس بمقدساتها والفلسطينيين المرابطين فيها يطالبوكم اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على حمايتها والحفاظ عليها وتعزيز صمود أهلها وتطوير برامج التعاون بين مدينة باي والقدس الشريف المحتلة أليست القدس التي يوجد فيها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ففلسطين مباركة ومقدسة فهي أرض الرسالات أرض الأقصى والقيامة أرض الإسراء والمعراج فيها أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء وهي مهد سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم سيدنا المسيح بجميع الأنبياء 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 كما ستحدث في جزيارة وشيرجاراة في الحقراء أو الثالثة على جرسالما? كم أعرفون العين من المعبرة والمقابرة على أمدنة للمساعدة والمقابرة، الكثير من الحقيقة والمقابرة على الحقيقة التي تشب في المخلص ستبقى من الأمدنة العزين من الأمدنة والتنسيحون ودنسيحون أيانا يبد lil الأمدنة كم أردح ابها كم يدعون الضبان أو ينحن ركولتهم في المعارضة في المعارضة. مستخدمة للمساعدة للمساعدة الأنسان. وكما تعلمون أن نعلمون للمساعدة للمساعدة المعارضة للمساعدة الصغيرة. لذلك هو المشاعدة للمساعدة للمساعدة. C'est aussi l'arbre bini mentionné dans le Coran, أن Olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu la touche. Qu'il est le caractère de l'occupant qui détruit toute trace d'arabisme et d'islamisme en terre de Jérusalem, comme c'est le cas du cimetière de Yousfiya et du cimetière de Maman Allah. Les collants qui sont armés jusqu'au dente refaiment chaque jour les esplanades de la mosquée bini à l'Aqsa sont protégés par les soldats et officiers de l'occupation. Par contre, les habitants de Jérusalem sont expulsés et ont bêché des priés. Et les Palestiniens de moins de 40 ans habitent d'autres villes palestiniennes ne sont pas autorisés d'entrer dans la mosquée à l'Aqsa. L'occupation a construit le mur d'Abartheid pour couper les terres de la Cisjordanie en morceaux, isolant les villages et les villes et privant les habitants d'une vie normale. L'occupation qui bunit la famille de prisonniers en démolissant sa maison par la force et les oblige à la démolir eux-mêmes sinon les sols. L'Aqsa L'Aqsa إلى العلماء المغاربة في المدن الأخرى وعلى رأسها مدينة فاسا العالمة وكذلك الشيخ إبراهيم نياس رحمة الله عليه يذكرنا كذلك بمشاركة السينيقال عبره في المسيرة الخضراء المضفرة عام 1975 من خلال مشاركة وفد ترأسه ساعتها الشيخ الفاضل الحاج عبد الله إبراهيم نياس وبالتالي فالعلاقة مع هذا البلد مع السينيقال بشكل عام ومع كولخ بشكل خاص علاقة خاصة وخاصة جدا نترحم جميعا على أبطالنا وشهدائنا اليوم كذلك طبعا هو يوم القدس وأنا أريد فقط بعد توجيه الشكر الخاص لأخي وصديقي إبراهيم خليلي أريد أن أذكر بالنسبة للمغرب بثلاث ثلاث تواريخ ثلاث تواريخ لها معنى في دعم القدس ودعم قضية القدس أولا نبدأ من عام 1969 1969 إحراق المسجد الأقصى مع الأسف وتله تلاته دعوة الملك الحسن الثاني التي استجاب لها العالم الإسلامي كله كله وتم تنظيم المؤتمر الإسلامي الأول وهو المؤسس لمنظمة المؤتمر الإسلامي الله أكبر أو لمنظمة التعاون الإسلامي كما تسمى الآن المناسبة الثانية السنة الثانية كذلك للتأريخ هي عام 1979 عندما تأسست لجنة القدس لجنة القدس التي ترأسها منذ ذلك العهد ويترأسها ملك المغرب أو ملوك المغرب من الحسن الثاني إلى جلدة الملك محمد السادس نصره الله التاريخ الثالث هو عام 1998 عندما تأسس صندوق بيت مال القدس بيت مال القدس الذي طبعا تفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامي هو الذي يعمل جاهدا لمساندة مرابطة إخواننا في القدس وفي المسجد الأقصى وكذلك تقديم العديد من المشاريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حفظ الطرات وفي مجال كذلك دعم الطلبة وتلاميذ في القدس وهذا طبعا يمول بنسبة 98% من طرف المغاربة وهذا طبعا ليس منا هذا واجب لأنه في القدس طبعا تاريخيا هناك باب المغاربة هناك أوقاف المغاربة وهذا من عهد من صلاح الدين الأيوبي وبالتالي فلا نمن نمن عليكم بأي شيء فهذه القضية قضيتنا وقضيتكم والقدس قدسنا وقدسكم فإذا نبارك هذه الخطوات ونجدد لكم التحية إخواني آل نياس بشكل عام على وفائكم ونجدد لكم العهد كمسلمين وكمغاربة على أن نمضي إن شاء الله دائما على الكلمة الموحدة وعلى وحدة الصفوف لدعم قضايانا الإسلامية والمشتركة وقضايانا الإنسانية بشكل عام لأننا كذلك نشترك مع الآخرين في الإنسانية وهذا أهم كذلك فإذا أنا أختم فقط بأن أنقل لكم وعبركم إلى فضيلة الخليفة العام طبعا تحيات أخيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك طبعا تحياتنا للإخوة السنغاليين بشكل عام وطبعا برئاسة الرئيس ماكيسال نتمنى لكم المزيد من التوفيق وإن شاءنا نلتقي في مناسبات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجدادكم الذين ساهموا في نشر ديننا الإسلام في جميع أنحاء إفريقيا والعالم لا شك في أن يوم القدس هذا الذي أخذ مكانة من بين الأحداث الكبرى في سنغال سيسهم بدوره في إلقاء مزيد من الأضواء على الحقائر التي الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشغير ونحن نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في كل المراحل وكل المعاناة التي يعاني بها ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله والمسجد الأقصى المبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فنشكر إخواننا في مدينة كولخ على تنظيم هذا اليوم السنوي وأن يكون هذا خطوة نحو التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي نحن نحتفل بهذه الذكرى أو بهذه الذكريات المباركات في ذات الوقت يمر المسجد الأقصى بأخطر بأخطر مراحله فهو مهدد بالهدب والتهويد وهو يقتحم يوميا من قطعان الصهاينة بغرض البناء المعنوي لهيكل سليمان المزعوم فالمسجد الأقصى يحتاج منا الكثير يحتاج منا الدعاء ويحتاج منا النصرة وكل ما يمكن أن نقوله في هذا اليوم نقول ما قالت ميمونة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقر آله وصحبه أجمعين وبعد فأمام الصمت الدولي المشين إذا أما يجري في فلسطين المحتلة من برش وظلم وأمام غد الطرف المفجع إذا أجري متى تهويد القرص الشريف وعمليات الاستيطان في الضفط الغربية وفي القرص وأمام تهجير القصري وطرد سكان القرص من مساكنهم عنوة مع تدميرها والتمس معاليمها وملاحظة لهذا التدمير المخطط ونظرا للجرائم النكرة التي تقترفها إسرائيل كل يوم والتي جاوزت الحدود وإذا أما تقوم به حكومة الاحتلال الصهيوني من حفريات في باب المغاربة ومن شق الأنفاق تحت المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم ومواصلة لدعم الفعال الذي كان يقوم به شيق الإسلام الحاج إبراهيم منيس وبذل في سبيله كل غال ونفيس وخلده في كتبه ورصائله وخطبه ودواوينه وربى عليه أبناءه وأدباعه وتأسيا بما قام به شيق وأوصى به فإننا فإننا نحن أدباع الشيخ الحاج إبراهيم منيس رضي الله عنه القادمين من شتاء أنحاء العالم والمجتمع هنا في يوم القرص المنظم بمدنة الشيخ كولخ تزامنا مع المولد النبوي الشريف وبتنسيق معكافة الصفراء الدول العربية والإسلام المعظم في الدكار وبمشاركة وفود سامية من مختلف دول العالم وموثلين لعدد من المنظمات العربية والإسلام والدولية نؤكد قيامنا بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي في هذا البيان التارقي الصادر في هذه المناصبة الغالية على ما يأتي واحد إدانة والشج ما يخطط له اليهود المجرمون من تهجير المسلمين وطردهم من مدينة القرص وحرمانهم السكنة بجوار المسجد الأقصى المبارك لتكتمل حلقة مخططهم اللعين الرامي إلى تهويد القرص وضم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المسعوم إثنين نؤكد لجماهرنا المسلمة المناهدة للعنصر والاستبداد والاحتلال والظلم وداعم للمقاومة ورافض لكل مظاهر تطبيع المجاني مع المحتل الإسرائيلي أننا لن نكل ولن نمل من فضح المخططات الصهيونية وتعريتها وكشفها ولن أربعة ندعو جميع المسلمين في بقاء الأرض من مشرقها إلى مغربها أن يهبوا دفاعا عن عقيدتهم ودينهم ومقدساتهم وشرفهم ومصرى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعموا إخوانهم في فلسطين بكل غال ونفيس تحيقا لقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم صلموا وإن الله على نصرهم لقدر صورة الحج آية رانوف ولا يمكن أن يتحقق ما ذكرناه إلا بأمور من أهمها أولا الندال المتبصر الصبور بالنفس والمال ثانيا مقاطعة كل ما يدعم ويساند الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ثالثا قيام علماء الأمة ودعاتها بدورهم في توأية الناس بأهمية المسجد الأقصى لدى الأمة الإسلامية رابعا ضرورة قيام وسائل الأعلام بشتى أنواعها على دورها في كشف حقيقة اليهود وتعرية مقططاتهم خامسا التصلح بالدعاء الذي هو صلاح المسلم البتار الذي أمرنا الله به أمرا وضمن لنا الإجابة والقبول تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن اللجنة الثقافية انتهى بيان مدينة شيخ إبراهيم لعام الفين واثنين وعشرين ودمتم على خير والصلاة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة